في حلقة يوم أمس في الجزء الأول من هذا البرنامج طرأ خلل فني أثناء بثنا للحلقة السابقة الخلل الفني سبب أن كانت الحلقة ليست مكتملة وأعرضت عن بعض الكلام فجاء التقديم ناقصا بعض الشيء خصوصا في أواخر الحلقة فيما يرتبط بأخبارنا بأخبار مؤسسة القمر لثقافة والإعلام لذا سأعيد وبنحو مجمل ما ذكرته من كلام بهذا الخصوص لأجل أن تكتمل الصورة وتكون واضحة للذين يتابعون هذا البرنامج أولا قلت من أننا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام جعلنا يوم أمس إنه الخامس والعشرون من شهر شوال يوم شهادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جعلنا منه يوما أن ننشر راية صممت لمؤسستنا هذه أن ننشرها في يوم شهادة إمامنا الصادق وأن نرفعها عرضت لكم تصميم راية مؤسسة القمر لثقافة والإعلام وشرحت لكم دلالتها الرمزية بشكل سريع أقول الراية أرضيتها بيضاء اللون الأبيض هو اللون الرمزي لمحمد وآل محمد ولذا يقال لهم المبيضة لمحمد وآل محمد ويقال لشيعتهم المبيضة ويقال لشيعتهم المبيضة في مواجهة المسودة العباسيون اللون الأبيض رمز لآية التطهير لآية النقاء لآية البياض إنها آية التطهير ولذا فإن من معاني الزهراء البيضاء ومن معاني الحوراء ففاطمة هي الزهراء الكبرى وهي الحوراء الكبرى ومن معاني الحوراء البيضاء الحوراء الحوراء البيضاء النقية الشديدة البياض هي الحوراء اللون الأبيض رمز لنقاء عقيدة محمد وآل محمد رمز لنقاء منهجهم ورمز لهم اللون الأبيض مضمون آية التطهير في عالم الألوان وهذه الراية زينت بسطرين في كل سطر في وسط الراية يتكرر اسم الأمير سبع مرات والجمع يشير إلى سلسلة الإمامة الأم إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر والعنوان علي هو عنوانهم جميعا هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما يحدثنا عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه أما اللون الأزرق هو لون السماء والسماء عنوان لمحمد صلى الله عليه وآله في قرآنه بحسب تفسيرهم وتأويلهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير فهذا الرمز علي بلون محمد هنا تمتزج المعاني وهنا تمتزج الحقائق في هذه الرموز التي تشير إليها هذه الراية التي نعنونها بالراية الزهرائية هذه راية رمزية لا علاقة لها بالشؤون السياسية أو الشؤون العسكرية أو الشؤون الاجتماعية أو الشؤون الحكومية أو الشؤون العشائرية أو الشؤون الشخصية هذه الراية لا ترتبط بزعامة من الزعامات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية هذه راية رمزية لمؤسسة ثقافية إعلامية كما هو حال كل المؤسسات في العالم من المؤسسات الرياضية والفنية والعلمية والإعلامية إلى غير ذلك تتخذ راية لها تكون رمزا وشعارا ونقطة تتبلور عندها وفي ظلالها نشاطات تلك المؤسسة من هنا اتخذنا الراية الزهرائية البيضاء التي تتزين باسم أمير المؤمنين باللون الأزرق اتخذناها رمزا كي يتبلور عملنا الثقافي والإعلامي فقط تحتها ولذا لا نجيز لأحد من الناس أن يستعمل الراية هذه في أي نشاط سياسي أو حكومي أو عسكري أو اجتماعي ولا نجيز لحسينية من الحسينيات أو لموكب من المواكب الحسينية أن يستعمل هذه الراية إلا بإجازة من مؤسستنا لا نجيز لأحد أن يستعملها لأننا لا نريد أن نتورط مع الآخرين في أي أمر من الأمور حتى لو كانت تلك الأمور صغيرة وتافها لا نريد أن نتورط مع أحد في شأن من شؤونه هذه راية رمزية فقط إنها تشير إلى مضمون فكرنا وعقيدتنا تشير إلى مضمون أعمالنا الثقافية والإعلامية التي نقدمها من خلال مؤسسة القمر عبر قناة القمر الفضائية وما يرتبط بها من نشاط إعلامي على الإنترنت أو عبر دار القمر للنشر التي ستتولى في قادم الأيام شأن الطباعة والتعليف والترجمة فمؤسسة القمر للثقافة والإعلام لها جناحان الجناح الأول القمر الفضائي والجناح الثاني القمر للنشر هذه الراية ترمز إلى نشاط هذين الجناحين في مؤسستنا مؤسسة القمر لثقافة والإعلام نذهب إلى فاصل ثانيا برنامج الخاتمة والذي وصلت حلقاته إلى الحلقة الثمانين بعد الثلاثمائة لا أريد أن أحدثكم عن أهمية هذا البرنامج وما اجتمل عليه من المعرفة وثقافة العقائدية الأصيلة يمكنكم أن تعود إلى تفاصيل حلقاته كي تعرفوا حقيقة هذا الأمر بقي من هذا البرنامج عنوانان كبيرا العنوان الأول تأريخ حديث أهل البيت هذا الموضوع موضوع مهمل حتى حينما يبحثونه يبحثونه وفقا لمنهج النواصب لمنهج نواصب السقيفة بني ساعدة هذا الموضوع موضوع أساسي وضروري لمعرفة الطريقة التي نسج أهل البيت صلوات الله عليهم حديثهم بها وكيف أنهم حافظوا عليه وكيف أنهم أوصلوا الحديث إلينا وأنا لا أتحدث هنا عن الألفاظ أتحدث عن المضامين صحيح أن ألفاظ الحديث هي التي تقودنا إلى المضامين لكن الأصل في حديث أهل البيت المضامين الألفاظ وسيلة وبوابة توصلنا إلى المضامين تأريخ حديث أهل البيت سيتفرع حتى أصل معكم إلى نقطة مهمة كي أحدثكم عن أهم كتابين إنني أتحدث عن كتاب سليم بن قيس وعن تفسير إمامنا الحسن العسكري لأن مراجع الشيعة حاربوا هذين الكتابين حربا شعواء سأسلط الضوء على هذين الكتابين لأن الكتاب الأول أقصد كتاب سليم يفضح سقيفة بني ساعدة أما الكتاب الثاني فإنه يفضح سقيفة بني طوس ولذا فإن حرب مراجع النجف وكربلا أشد على الكتاب الثاني لقد حاربوا تفسير إمامنا الحسن العسكري بطريقة أشد مما حاربوا كتاب سليم بن قيس كتابان مهمان جدا الكتاب الأول كتاب سليم يفضح سقيفة بني ساعدة وأما الكتاب الثاني تفسير إمامنا الحسن العسكري فإنه يفضح سقيفة بني طوس هذا ما يرتبط بالعنوان الأول تأريخ حديث أهل البيت وأما العنوان الثاني المنهج العلوي في التفسير إنه المنهج الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير الأحاديث التفسيرية جاءت على نحوين هناك أحاديث وضعت لنا قواعد التفسير وهناك أحاديث فسرت لنا الآيات بمثابة تطبيق لتلك القواعد إذا ما جرت الأمور بأسبابها ووصلت معكم إلى هذا العنوان المنهج العلوي للتفسير فإنني سأبين لكم تفاصيل هذا الموضوع قطعا بحسب ما يسنح به المقام فهذا الموضوع موضوع مفصل ومضطرد كثير الجوانب وفير الأبواب تفاريعه تقود إلى تفاريع هذان العنوانان الرئيسان الكبيران هما العنوانان المتبقيان من برنامج الخاتمة إذا سنح الوقت في قادم الأيام سأكون في خدمتكم في طرح هذه المطالب المهمة بين عيدكم قطعا سيعلن عن الوقت في حينها عبر هذه الشاشة وعبر مواقعنا على الشبكة العنكبوتية كما هو الحال في سائر البرامج المهمة التي تقدم عبر هذه الشاشة ثالثة برنامج جديد سأقدمه في خدمتكم في قادم الأيام سنعلن عن وقته حينما يحين الوقت عبر هذه الشاشة وعبر الإنترنت الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة والتي عنوانها فتاوى زمن الانتظار هذا هو عنوان الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة التي سأضعها بين أيديكم إنها أحكام الحياة اليومية وفقا لمذاق الحكمة اليمانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان يماني والحكمة يمانية الرواية هذه في الجزء الثامن من الكاف الشريف عن سيد الكائنات صلى الله عليه وآله في هذا البرنامج وفي هذه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة سيكون المضمون في قسمين القسم الأول ما سأبينه لكم من لباب فتاوى وأحكام العترة الطاهرة مثلما بينت لكم لباب مضامين العقيدة السليمة قطعان بحدود الممكن ليس هناك من عصمته العصمة للحجة بن الحسن فقط ما نقوم به محاولة للاقتراب مما يريده إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه بقدر ما نستطيع بقدر ما نستطيع أن نلتزم بمواثيق بيعة الغدير هذا القسم الأول أما القسم الثاني وعد وعدتكم إياه فيما مر من الأيام أني سأفتح صفحة لكم عبر هذه الصفحة تصلني أسئلتكم المكتوبة وسأجيب عليها كتابة أيضا قطعا ستكون الإجابات بحسب الممكن فأنا لا أستطيع أن أجيب على عدد كبير من الأسئلة في وقت ضيق وفي وقت أكون مشغولا وأكون في حالة لا أستطيع أن أتواصل مع كل أسئلتكم عبر هذا البرنامج سأجيب على أسئلتكم المكتوبة بأجوبة مكتوبة ستنشر على الإنترنت وسننشرها أولا عبر هذا البرنامج عبر برنامج فتاوى زمن الانتظار إنها الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة نذهب إلى فاصل